وإذ استسقى موسى لقومه فقد نضرب لعصرة الحجر فانفجرتهم اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشرقهم كله واشرقوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طرامه واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من دخلها وفي الثالائها وخومها وعدسها ورصلها قال تستبدلون الذين وأبنا بالذين وخير اهبطوا مصران فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءهم برضبهم من الله ذلك بأنهم كانوا يغفرون بآيات الله ويغتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار الصابين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أدروا من ربهم ولا خوف عليهم ولا لهم يأزنون وإذ أخذنا ميزا فقم ورفعنا فوقكم الطور قلوا لنا لأتيناكم بطوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكمتم من القاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة قاسرين فدعناها نكالا لما بين يديها وما غلفها ومعزة للمرتقين وإذ قال منسى لقومه إن الله يغمركم أن تذبعوا بقرا وردوا أتتخذنا جزوى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاربين قال بولنا ربك يبين لنا ما لهم قال إنه يقول إنها بقرة لا فاغد ولا ذكر عوان بين ذلك تفعل ما تؤمرون قال بولنا ربك يبين لنا ما لهمها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لهمها تسر النظرين قال بولنا ربك يبين لنا ما لهمها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذكرون تثير الأرض ولا تسقي الحق مسلمة لا شيئة فيها قال إن لا نجيت بالحق فذرحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسهم فادارتم فيها والله مخلث ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يخي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قسط قلوبهم من رمع ذلك فليك الحدارة أو أشد خسوة وإن من الحدارة لما يتفدر منه الأمهار وإن منها لما يشتقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله ومع بغافل عما تعملون ك لا ترجمة نانسي قنقر شكرا